اشتركوا في القناة مواصلة للعمل على تعزيز المسيرة التنموية والحضارية لمملكة البحرين افتتح سعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل المقر الجديد للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وذلك بحضور عدد من المسؤولين ممثلي الهيئات الرسمية والأهلية وممثلي النقابات العمالية والمنظمات المهنية حيث يعد هذا الصرح صرحا حضاريا يؤكد على التقدم الذي تشهده مملكة البحرين في مجال كفالة حرية العمل النقابي وفقا للنظم والتشريعات النافذة دعم صاحب الجلالة الله يحفظه ويرعاه وكذلك دعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العاهد رئيس مجلس الوزراء وحرصهم الدائم على دعم الحركة النقابية في البحرين ودعم الحوار الثلاثي بين العمال وأصحاب العمل والحكومة من أجل المشاركة في حركة البناء والتنمية التي تشهدها مملكة البحرين يلعب الاتحاد العام لعمال البحرين ويلعب العمال بصفة عامة دور أساسي في حركة النمو والبناء مملكة البحرين قطعت أشواطا كبيرة في توفير البيئة الداعمة للعمل لتمضي المملكة بقيادة العاهل المعظم ومتابعة وعناية سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء بخطا ثابتة نحو تحقيق التنمية الوطنية الشاملة المبنية على اقتصاد قوي ومستدام لتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة للمواطنين أنني تابعت أنا الحركة العمالية منذ الخمسينات من القرن الماضي وأعرف جيدا أنها قد ساهمت مساهمة كبيرة في النهضة العمرانية والنهضة الاجتماعية والنهضة الاقتصادية البحرينية هذه المبنى اليوم ونفتتها هو تعبير حقيقي على الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة نسميهم الشركاء الاجتماعيين هذه الشراكة هي اللي تدفع بخفض معدل البطالة عندنا بالبحرين وتحسين الأجور وإذانا بافتتاح المبنى الجديد تجول المسؤولون في مرافق المبنى الذي يعكس اهتمام مملكة البحرين في تعزيز العمل النقابي لتواصل الاتحادات العمالية دورها في المحافظة على حقوق العمال افتتاح هذا المقر يعكس اهتمام جلالة الملك المعظم لتعزيز العمل النقابي وتهيئة البيئة المناسبة للمحافظة على حقوق العمال ومكتسباتهم باعتبارهم سياسة ثابتة في توجهات الحكومة لتطوير سوق العمل طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين